السيد حسن يعني متوتر متوتر وغاضب إضافة إلى التوتر هناك الغضب الذي يبدو من مضمون الكلمة ومن النبرة التي يتحدث بها بلبنان من دون أدنى شك هناك غاضب من منه سي السام يعني غاضب من المعارضة ومشركة وفي لبنان أم غاضب من إسرائيل يعني هو غاضب من إسرائيل الغضب سببه الرئيس هو الأحوال التي أدت إليها الأشهر التسعة أو العشرة الماضية المنصرمة منذ أكتوبر سبعة وحتى اليوم تعرض حزب الله تعرض محور الممانعة إلى خسائر غير معتادة تفوق القدرة على التحمل أنا كمتابع أنا لاست خبير بهذا الموضوع كمتابع لا أستطيع أو من الصعب أن نفهم القدرة على تحمل هذا العدد من الخسائر لسيما من القادة أو من القادة المدنيين إضافة إلى الخسائر الأخرى التي حصلت في الجنوب وسمعت هنا نقطة الأساسية التي شغل عليها السيد حسن صلى الله على مدى أكثر من ربع قرن هو القدرة على حماية أبناء طائفة أو القدرة على حماية البيئة الحاضنة الذي تبين حتى الآن هو العكس تماماً إذا كنت تتابع أفتاز محمود أكيد كنت تتابع منذ ساعة أو نصف ممكن ساعة على الأقل مجرد خرق جدار الصوت الذي حصل فوق العاصمة بيروت تتهزى المدينة ليس الجدران أو الزجاج بقدر ما هزى عصاب اللبنانيين من دون أدنى شك وبالتالي الناس فقدت الثقة يعني ما يسمى كان توازن الرعب أو توازن الرجع بين إسرائيل وحزب الله تبين أنه سراب بمعنى يوم هناك خوف وخوف كبير من أن تتكرر مأساة حرب الألفين وستة زائد أو ناقص وبالتالي هذه نقطة أساسية كشفتها حرب أكتوبر يعني حرب غزة نعم في موضوع أساسي أكيد هو سبب للغضب وهو كرر نعم سبب للغضب عند السيد نصر الله أنه تبين خلال الأشهر الماضية الفجوة التكنولوجية الواسعة والواسعة جدا بين إسرائيل وبين المقاومة الإسلامية وبين حزب الله حتى هذه الفجوة هي بين إسرائيل وبين إيران أيضا وتبين أنه ليس فقط جراء الاغتيالات الأخيرة التي حصلت إنما علينا أن نتذكر ما مرت به إيران من حوادث تفجير وحوادث اغتيال للعلماء وإصابة المشكلة تبو شو السم يعني لماذا الخوف أكثر هذه المرة من اختراق جدار الصوت رغم أنه تكرر كثيرا في بيروت أيضا واليوم سيحتلت مرات لكن لماذا الخوف زاد هذه المرة مع التوازي لكلمة لحسن نصر الله لأن الناس تتوقع عمل عسكري عمل عسكري يكون ردا على عمليات حزب الله أنه بدأ بالرد على اغتيال فؤاد شكر أو أن إسرائيل تقوم بعمل وقائي وأن هذه الأصوات هي نتيجة عمليات قصف للعاصمة بيروت وبالتالي الناس على أعصابه اليوم الوضع ستاز محمود يختلف تماما عما كان عليه بانل 2006 ليس هناك من بيئة حاضنة وطنية أكرر للحزب اثنين ليس هناك تماسك بالقدر الذي كانت عليه الأمور داخل الطائفة الشيعية في الجنوب والبقاع وبقية المناطق اللبنانية وبالتالي أسباب الغضب إذا كان جوابي واضح قد أطلت الكلام حول هذه النقطة أعرف إنما أسباب الغضب كثيرة ومبررة لدى السيد نصر الله وهنا الخوف من أن يقوم السيد نصر الله نتيجة كل هذه العوامل الخوف والخوف كبير من شخصين من جنون نصر الله كما نحن نخاف من جنون السنوار وجنون نتنياهو في الوقت نفسه أن تدخل المنطقة في باب نسميه في عالم جهنم طيب أستاذ بصدق بور الحياة